ستتعلم في هذا الفيديو أهمية الوين رار وذلك في فك الضغط الملفات الآيزو الخاصة بالرومات لألعاب المحاكيات النقطة الثانية وهو برنامج الدرايفر بوستر اللي راح يفيدك في تثبيت الدرايفرات أو الملفات التشغيلية للألعاب النقطة الثالثة والأخيرة وهو تعريف الإنفاديا اللي راح تسوي له سيت أب على جهازك فراح يفيدك كثير هذا الفيديو خلونا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم معنا في هذا الفيديو أولا سنتجه إلى موقع برنامج الوين رار راح نضغط على 64 بيت أو 32 بيت حسب النسخة الموجودة لديك أما بالنسبة إلى النسخة العربية بإمكانك تحميل من هنا النسخة العربية للـ 64 بيت 32 بيت راح تنزل للأسفل إلى أن تصل إلى نسخ 32 بيت اللي تجد هنا نسخة 32 العربية نضغط على تحميل 64 بيت سواء عربية أو أنجليزية ثم حفظ بإسم حد سطح المكتب ثم save الآن ننتقل إلى برنامج درايفر بوستر ونضغط على free trial أو نسخة التجربة ثم حفظ الهدف بإسم الآن ننتقل إلى تحميل الفريموير وكذلك المفاتيح الخاصة بالمحاكي ولكن بسبب الحقوق وما إلى ذلك لا يمكننا توضيح طريقة تحميل هذه المفاتيح ما راح أقدر أوضح ولكن تكتب على جوجل يوزو كيز أو مفاتيح يوزو وكذلك بالنسبة للفريموير لليوزو بإمكانك التحميل أو الدخول للدسكورد كما سبق أن وضحنا أما بالنسبة لكرت الشاشة الخاصة بالإنفيديا راح تحمل هذه النسخة بضغط على download ثم حفظ الهدف بإسم ثم save أما بالنسبة لكرت الشاشة AMD بما أني لا أملك شاشة AMD بإمكانك الدخول ثم تحميل هذه النسخة من هذا الخيار ورح نبدأ كبداية أولية بتثبيت برنامج الوين راب دبل كلك على البرنامج ثم يظهر هل ترغب في سماح لهذا التطبيق بالتثبيت على الجهاز أو بإجراء تغييرات على جهازك راح تختار خيار نعم بعد ذلك تضغط على تثبيت وتحدد خيار ISO على البرنامج بعد ذلك تضغط على حسنا ثم تم وبعد ظهور هذه النافذة راح تأكد أن البرنامج تم التثبيت بطريقة صحيحة راح نسوي إغلاق الآن نتجه إلى تثبيت برنامج driver booster دبل كلك على البرنامج راح يظهر هل ترغب في السماح لهذا التطبيق بإجراء تغييرات على جهازك تختار على نعم راح تختار تثبيت مخصص بعد ذلك تثبيت راح تضغط هنا على لا ثم التالي تنتظر حتى يكتمل التثبيت اضغط على لا شكرا ثم الفحص الآن سيقوم بفحص الجهاز لديك بشكل كامل ورح يظهر المتطلبات أو النواقص الموجودة لديك في الجهاز بالنسبة لي أملك رخصة للبرنامج لبن لا يملك رخصة بإمكانه شراء البرنامج بسعر رمزي معين أما في حال طريقة الحصول على هذه النسخة أو هذا الترخيص تفضل معنا على الدسكورد ورح تستفيد من هذه النسخة رح تلاحظ معي أغلب التعريفات الخاصة بالإعلاب غير متوفرة عنده في الجهاز جميع الإصدارات تلقائيا يسوي لها تثبيت عندك على الجهاز هذه جدا مطلوبة لأي مستخدم أو لأي لعب جيمينغ على البي سي بإمكانك تأخذ اسم البرنامج اللي يحتاجه جهازك ميكوزوز في جوال سي بلس بلس 2013 ورح تكتب في جوجل حسب النسخة المتوفرة هنا لو ضغطت على كلمة متوفر رح تظهر لك بيانات والناشر وما إلى ذلك يعني يعطيك بصورة واضحة أما بالنسبة لأصحاب الكروت الإنفيديا الخارجية فالأفضل أنك تنزل برنامج إنفيديا جي فورس وعن طريقه تحمل كرت الشاشة لأنه في إصدارات معينة سواء ستوديو إنفيديا ستوديو أو إنفيديا جيمينغ فكل البرنامجين تحتاجها ما بين فترة وأخرى موسيقى الآن نكمل التثبيت رح تضغط هنا على تحديد الكل رح تضغط على التحديث الآن رح تضغط موافق وراح يبدأ تلقائيا يسوي له تحديث كامل لجهازه تنتظر حتى يكتمل هذا التحديث لا تسوي عدد تشغيل ولا زال البرنامج تحت التحديث انتظر حتى يكتمل البرنامج نهائيا من تحديث البرامج مثل ما هو واضح هنا يتطلب عدد تشغيل الأفضل تنتظر حتى يكتمل البرنامج بشكل كامل سوي إغلاق بعد الانتهاء من تثبيت تحديثات الجهاز رح نرجع نسوي تنصيب إلى كرت الشاشة دبل كليك على كرت الشاشة ثم يظهر هل ترغب في السمح لهذا التطبيق بإجراء تغييرات على جهازك تختار على نعم رح يبدأ بداية تنصيب الجي فورس رح تظهر هذه النافذة تضغط على موافقة ثم تنصيب عند تشغيلك للبرنامج رح تظهر كما في الشكل الواضح أمامك إما أنك تسوي حساب جديد أو تدخل عن طريق حساب جوجل أو حساب الدسكورد أو حساب أبل أو حساب الفيسبوك بالنسبة لي رح تتجي إلى خيار جوجل للدخول أو السماح بالدخول إلى البرنامج بعد عملية التحقق رح نرجع للبرنامج رح ننتقل إلى درايفر طبعا في خيارين لو ضغطنا على الثلاثة نقاط هنا رح يعطيني game ready driver أو studio driver بإمكانك اختيار الأول أو الثاني بعد ذلك أضغط على download وأنتظر حتى يتم تحميل كرت الشاشة بشكل كامل بعد اكتمال التحميل رح تضغط على custom ثم نعم رح يبدأ التحضير لتثبيت البرنامج من الأفضل دائما عند تحديث كرت الشاشة بشكل شامل أنك تحدد هذا الخيار وهو حذب الإعدادات السابقة للكرت بشكل عام وبما أني مسبقا ومتبه تثبيت التحديثات رح أكنسل هذه الخطوة أما بالنسبة لك رح تضغط على install أو تنصيب ثم التالي 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 رح تضطف الشاشة ثم تشتغل معك وتضطف تشتغل معك فالوضع عادي جدا وعندك تمال التثبيت أو التحميل رح تلاحظ الفرق بالجهاز رح نقنفل بالنسبة لي من هنا ثم إغلال وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقطع تمنياتي لكم بالتوفيق في أمان الله